حضر رئيس الفلسطيني محمود عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شني جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطع غزة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبدولة لوقف العدوان الإسرائيلية المتواصل على الشعب الفلسطيني قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن على الإدارة الأمريكية لا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية أضاف أبوردينة أن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعتها إقليميا لفتا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وطلب أبوردينة المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل عاجل لإكبار الاحتلال أهل وقف العدوان